يقول الشيخ سعيد من خلفان المحقق رحمه الله ورضي عنه وأرضاه وقد عد قضية الورع من أركان السير إلى الله عز وجل في فاتحة قصيدته الرائعة المعراج في سلوك المنهاج يقول سلوك طريق العابدين بعرفاني يلذ لأرواح غذين بإيماني أي غذين بذكر الله وصلة به عز وجل غذين بإيماني يطيب لها فيه عناها فلم تزل مسافرة لا تستقر بأوطانه من العلم أعلام لها ودلائل ومن همة شماء والعزم ظهراني وزاد من التقوى لتقوى بنهجها ومن فقرها أوثى رفيق ومعواني وحقيقة هذه القصيدة تحتاج إلى شرح لسيما هذه الأبيان تحتاج إلى شرح وقوف على هذه المعاني العلية التي ضمنها المحقق الرباني سعير بن خلفان قدس الله سره ونور الله عز وجل قبره ورضي عنه وأرضاه يقول يقول ومن فقرها أوفى رفيق ومعواني ومن ورع درع وسيف من الحجى وحصن من التفويض في كل حدثاني فقامت على حكم التوكل ترتج بلوغ المنا ما بين خوف وأحزاني كليلة إعياء لقد شفها الوجى خميصة بطن في تعطش ضمآني يقول لذلك كان السالكون أقلة ويكثر فيها الهالكون بفتاني ترى زمر السفار فيها قوافلا حيارا حسارا من مشات وركباني فمنهم سليب المال بين رفاقه ومنهم نهيب الروح في يد شجعاني ومنهم عليل واهن الطبع عاجز ومنهم كليل ذو ملالة كسلاني تنوع أجناس المنوع بكثرة القطوع فما فيها الأمان لإنساني لذلك كان السالكون أقلة ويكثر فيها الهالكون بفتاني ولا يهو لنك الأمر فهو ميسر لمن مخلص لله في كل إذعاني ولعلها هي هذه القصيدة أو غيرها التي بيّن فيها المحقق رحمه الله تلك الكرامة التي أكرمه بها الله جل في علاه وهو أنه يسمع جسم كل إش جسد كل يسبح حينما يعني يذكر الله ويسبح الله عز وجل جل في علاه يقول أعاين تسبيحي بنور جناني فأشهد مني ألف ألف لساني وكل لسان أجد لي من لغاته هدى ألف ألف من غريب أغاني ويهدى إلى سمعي بكل لغية هدى ألف ألف من شتيتي معاني وفي كل معنى ألف ألف عجيبة يقصر عن إحصائها الثقلاني وإلا ففوق العد أمر ولم أذكر الأعداد إلا نموذجا كأني في أوصاف ميططراني وإلا ففوق العد أمر منزه عن الحد يفنادونه الملواني ولا تتعجب وهذا من شدته وقوته أن يذكر هذا في قصيدة ثم تشرق تلك القصيدة وتغرب وعلى تحققه رحمه الله ومكنته في قضية إخلاصه واستقامته رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول ولا تتعجب إن عجبت فإنها حقائق صدق ليس بالهذيان ترجمة نانسي قنقر